حضور جديد للسلطة المحلية في تعز بعد وصول المحافظ المعين حديثاً نبي الشمسان وصول يأتي في ظل فراغ أمني وإداري تعيشه المحافظة وحصار لم ينفك وغياب لمعظم الخدمات بالإضافة إلى صراع داخلي تعيشه المدينة شمسان الذي كان يشغل منصب وزير الخدمة المدنية في حكومة باسندوة والذي شغل مناصب أخرى عديدة في جسد الدولة جاء خلفاً لأمين محمود الذي رحل بعد أن تفاقمت الصراعات بين الفصائل المختلفة في تعز وزادت عمليات الإغتيالات في المدينة المحافظ الجديد وفي أولى مهامه بعد وصوله عقد لقاء مع قيادات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وقيادات المحور لمناقشة الملفات الأمنية والعسكرية في المحافظة وسائل الإعلام لم تكن غائبة عن أولويات قدوم المحافظ الجديد حيث عقد أيضاً لقاء مع عدد من الصحفيين عبر فيه عن فتح صفحة جديدة مع الصحافة وحرية الإعلام أنا مع حرية الإعلام المسؤول مع حرية الإعلام المسؤول وأقولها هنا وبجانب قائد المحور وبجانب الوكيل الأول بأننا سنفتح صفحة بيضاء مع الإعلام صفحة بيضاء تقوم على الانطلاق نحن مصلحة تعز سنقلق أو سنوقف جميع القضايا التي كانت مرفوعة أو مطروحة على الصحفيين المحافظ أكد على استكمال تفعيل مؤسسات الدولة وضبط الأمن في المحافظة كما دعا الأحزاب السياسية لمساعدة السلطات في تفعيل المؤسسات واستكمال عملية التحرير وفيما تظل خيبات الأمل هي المسيطرة على الشارع في تعز يقول متابعون إن المحافظة الجديد أمام اختبار تطبيع الوضع الأمني وإعادة الخدمات ومعالجة الجرحة ما لم فلن يختلف عن سابقي الذين لم يتمكنوا من حل مشكلة هذه الملفات محاولات عديدة لتسوية وإصلاح الوضع في تعز العالقة ملفاتها والمعقدة مشاهدها أمام طموحات مجتمعية كبيرة للخروج من دائرة الأزمات المتفاقمة في هذه المحافظة